الحسنة ولسه كنا بنتكلم عن عائلة رمضان اللي احنا قلنا انها بتتكون من سبع افراد الصيام والقرآن والدعاء والصلاة والصدقة والصلاة على رسول الله وبر الوالدين النهاردة انا كنت ناوي اتكلم عن الصلاة بس غيرنا بدلنا يعني هنتكلم عن الصدقة عشان فيه سؤال جلنا الحلقة اللي فاتت عن الزكاة فقلنا نبتدي به الحلقة ولان الزكاة والصدقة مرتبطين ببعض فنتكلم النهاردة عن الصدقة انبارح في الحلقة جالي سؤال عن زكاة العقارات البيوت اللي احنا قاعدين فيها العقارات بتنقصم لكذا قسم القسم الأول العقار اللي انا قاعد فيه بسكنه انا قاعد انا ولادي قاعدين في العقار ده مش بنأجر وعيشين فيه هذا العقار لا زكاة عني خالص ماعلوش زكاة خالص طيب انا قاعد في بيت وعندي 3 اربع بيوت بأجرهم سكنة الناس يجوا يسكنوا عندي وبأجر suffered دي عليها زكاة ايوة عليها زكاة بس مش على المبنى على الفلوس اللي بتيجي منها لو الفلوس اللي بتيجي منها وصلت نصاب في اخر السنة بطلع اتنين ونصف في المية طيب اللي عليها مشاكل بها ايه الارض او العقار اللي انا بشتريها عشان اتاجر فيها انا بجيب حتة ارض اسقعها لغاية اعلى سعر ما يجيلها طيب انا في نية النهية للتجارة هابيعها او عندي بيوت وببيعها عندي رأيين الرأي الاول انك بتخرج على بتشوف قيمة العقار ده في نهاية كل سنة كم بسعر اليوم بسعر الحول يعني اللي انت فيه دلوقتي وتخرج على قيمته اتنين ونصف في المية بس خد بالك انا عندي العقار ده ربما باثنين مليون تلاتة مليون بس انا مش عندي السيولة يعني العقار اتنين مليون تلاتة مليون انا ما فيش في بيت غير كام الف كده بصرف منهم فانا ما عنديش السيولة اعمل ايه فقالوا انك يجوز ان انت تأجل الزكاة لغاية ما تبيع العقار يعني العقار قاعد معك سنة او اتنين او تلاتة لما تبيع العقار بتقدر عدد السيولين ونشوف السنة الاولانية كان العقار ده ثمن وكم وتخرج على الثمن السنة التانية وصل كام وتخرج على الثمن السنة التالتة العقار ده وصل ثمن وكم وتخرج على الثمن يعني يجوز ان انت تأجلها لغاية ما تبيع العقار وتاخد فلوسه عندنا رأي الاستادة الملكية والرأي ده يعني في مصلحة الناس الى حد ما أن من لديه قطعة أرض أو عقار لا زكاة عليه إلا إذا باعها ولما يباعها يخرج عنها سنة واحدة أنا بديك الأراء كلها وحضرتك تختار بيت السكنة البيت اللي أنا قاعد فيه أنا أولادي ومراتي وما إلى ذلك مع لهو الزكاة البيت اللي أنا بجيبه للإيجار يعني عندي عمرات بأجرها أصل المبنى مع لهو الزكاة ومال الزكاة على إيه؟ على الإيجارات اللي بتجيلي في آخر السنة أشوفها وصلت نصاب بقوم خارج عليها 2.5% الأرض اللي أنا ببيعها سواء كانت أرض أو مبنية سواء كانت أرض أرض أو مبنية عندي رأيين الرأي الأول أن أنا بخرج علىها كل سنة كل ما السنة تكسر عليها أخرج عليها طب أنا دلوقتي يا شيخ معايش فلوس كتيرة اللي هو الممكن يكون المبنى سعره ملايين لكن أنا ما عنديش فلوس مش معاي فلوس أخرج الزكاة أعمل إيه؟ أستنى لغاية مبيع العقار واشوف عندي زكاة كم سنة 4 سنين هشوف السنة الأولى العقار كانت 8 كم وخرج على 8 السنة الثانية زاد وصل كم وخرج على 8 رأي السادة الملكية أنه صاحب العقارات التي يتاجر فيها أو يتاجر بها إذا باعها يخرج عنها زكاة سنة واحدة الدنيا سهلة جدا وسلسة جدا وخد بالك الزكاة لو بصت لها ربع العشر حاجة لا تذكر ربما أنت ممكن تكون بتصرفها في أعداء أو في سهرة أو في هدية لكن فايدتها ومزتها أنها تجلب لك الخير في المال والبركة وربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك بالإضافة إلى أنها مش حقك عشان بس ما تقولش إيه فلوسي أنا حرف يا لأ هي حق الله في مالك وحق الله واجب الأداء وربنا سبحانه وتعالى هيسألك عنه يوم القيامة ليجي بقى أن يتكلم عن الصدقة إيه علاقة إيه جاب الصدقة يا جماعة لرمضان بعض الناس يقولك إيه هو إحنا هنصوم ونصلي هو إحنا هنصوم ونتصدق مش كيف يا صايمين لا الصدقة لها علاقة كبيرة أوي برمضان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الخلق عندك شك أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كريم جدا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حد بيجيله كان بيديله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربما يكون بيته مفهوش أكل ويجي فقير فيقوله سيدنا النبي إيه ابتع علي يعني اشتري على حسابي يعني روح هات اللي انت عايزه وقولهم الحساب عند رسول الله شفت الجمال بتاع سيدنا النبي لدرجة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في مرض الموت كانت لحظات صعبة قوي يعني لما تقرأ آخر أسبوع في حياة سيدنا النبي مش هينفع عمل هكذا حلقة لأنها صعبة بتجدد الألم لكن هقول لك لحظات كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالحمى فكان لما يسمع صوت الأذان سيدنا النبي ما يفوتش الصلاة أبدا فيقوم عشان يصلي فيقع مغشيا عليه من شدة الحرارة فيغم عليه فيقع مغشيا عليه فيقول لهم هاتوا ميا وصبوا علي الميا فيصبوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الميا فحررته تنزل شوية ويقوم يقف يغمع لي تاني يحاول مرة ومرة ومرة لغاية فيما في مرة قدر يقوم ويسندوه خرج فخرج صلى الله عليه وسلم وجلس على المنبر وعمل رفع ثوبه رفع جلبابه كده وقال أيها الناس شفت سيدنا النبي هو بيعلمنا أداء الحقوق وانبرأ زمتنا قبل منالق الله تبارك وتعالى أيها الناس هذا ظهري كشف لهم عن ظهره كده ورفع جلبابه صلى الله عليه وسلم أو قميصه وقال هذا ظهري من كنت جلدت له ظهرا فليجلت ظهري إيه ده هو أنت سيدنا النبي هتظلم حد بس بيعلمنا بيعلمنا نوفي الحقوق وإحنا على فراش الموت أيها الناس من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي سيدنا النبي عمرها يقول كلمة وحشة عمرها ينال من حد عمرها يخرج منه صلى الله عليه وسلم لفظ بذيء بس بيعلمنا نبرأ زمتنا أيها الناس من كان له عندي يدين فليخبرني الناس كلها عما لا تسمع يا جماعة وبتعيط الناس كلها عما لا تسمع سيدنا النبي وهو مش قادر يتكلم صلى الله عليه وسلم ومش قادر يقوم يقف وعملين يبكو فلما قال من كان له عندي يدين رح واحد قال أنا يا رسول الله فالصحابة بيشدوا أعد أعد وسيدنا النبي قادر يتكلم أعد فسيدنا النبي قال له وما دينك سيدنا النبي مش أصدي مطلو بس بيعلمنا قال يا رسول الله ذات يوم مر سائل فسألك فلم يكن معك مال فقلت من منكم لديه دنانير فأعطيتك ثلاثة دنانير فقال في هذا أخذتها يا عباس وفهي دينة شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي لو كان صلى الله عليه وسلم قبض ولم يسد الدين الصحابة ما كانش يقول ما سمحتكش يا سيدنا النبي لكن بيعلمنا اوعى تاخد حق الناس بدفع حياة الناس اوعى تظلم الناس اوعى تجور على حق الناس لأن ربنا سبحانه وتعالى هيعملك يوم القيامة بصفاتك اللي فيك يعني لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لو أنت كريم ربنا يععملك بالكرم لو أنت سيء مع الناس ربنا سبحانه وتعالى يععملك بالعدل ما يدكش أكتر من حقك العبد اللي وقف للحساب يوم القيامة بين أيدي ربنا سبحانه وتعالى ملائكة العذاب ملائكش عنده حسن خالص فعايزين يغدوه للنار فملائكة الرحمة ربنا سبحانه وتعالى ينادي عليهم يقول عبادي أمهلوه ملائكتي أمهلوه فيسأل العبدي يقول له ألك من عمل صالح لا يا رب يا عبدي تمهل ألك من عمل صالح لا يا رب ما عنديش غير أني كنت أقرده الناس كان صاحب فلوس ومال فلما كان حد يستدف منه يسلفه فعندما يحين وقته السداد ويطلبون الإمهال أمهلهم عبد كريم فيقول ربنا خذوه إلى الجنة أنا أكرمه من عبدي ربنا يا حزبك بالصفات اللي أنت كنت بتتعامل بيها مع الناس أستاذة فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته أهلا وسهلا إزاي حضرتك إزايك يا ستة فاطمة اتفضلي وحضرك بالصح والسعاد أنا سعيدك لأول تدعي البنت تدعي لها أن ربنا يشفيها ربنا يشفيها ويعفيها ويكرمك فيها يا رب الله يبارك لك يا عم الشيخ أنا بس يا عم الشيخ بنتي عندها عندها تضخم في الكب والدكاتر قالوا أن الكب عندها ممتهي وأنا وهي مفروض نخش العمليات أتبذع لها بشريحة من الكب نعم والعملية مستلسة 13 ألف جنيه نعم وإحنا حققنا على قدنا والعملية المفروض لأيوم الاتنين اللي جاي وأنا منش عارفة عمل إيه ربنا يبارك لك ويبارك لكل وإن شاء الله متوسرها استأذلك ما تقفلش التليفون سيبي رقمك مع الأستاذة بسمع تاخد رقمك وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويتوصلوا معاك ويش فيك ويش في ابنك ويش في بنتك ربنا شوف الأم الأم اللي بيعقوا أمهاتهم بتدي كبدها البنتها هي دي الأم هي دي الأم واللي بنشوفه من استثناءات بقى من بعض الأهالي اللي بيأذوا أولادهم نقول لهم اتقوا الله كفى بالمرض وإثمن أن يضيع من يعول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات كان في أسر في غزوة وأسر أسر فامرأة شيل ابنها من الأسرة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أكنتم تظنون أن هذه المرأة تلقي ابنها في النار تسدون من المرأة دي تلقي ابنها في النار قالوا لا يا رسول الله هكذا يعاملنا ربنا سبحانه وتعالى لا يريدوا أن يلقينا في النار يريدوا أن يأخذنا من النار يريدوا أن ينجلنا من النار لكن بعض الناس بتحب تدفع نقول إيه طيب يا أستاذ محمد أكرمك ويقبل بخطرك هرجع تاني لموضوع العقارات إخواننا بتوع العقارات اللي بيتجروا في العقارات ما يبقاش معهم دايما فلوس سيلة يعني إيه تلاقي عنده عمارة بمليون جنيه هنا وعمارة بثلاثة مليون جنيه هنا هو ممكن يكون في البيت عنده ما فيش فلوس زكاة حضرتك بتقدر لما بتبيع العقار ده العقار ده أول ما تبيعه وتخرج عنده زكاة سنة خلاص شكرا مع السلام بس أول ما تمسك الفلوس في إيدك كده أول ما تتكيش كده تقوم مكيش الفقر زي ما تكيشت كده وبيعت البعاء تمام تكيش الفقر لا يكلف الله نفسا إلا وسعه هنرجع طيب معنا الأستاذ صابرين حلو قوي أسئلة الزكاة يا سيد صابرين أنا معاك بقول حلو قوي أسئلة الزكاة والناس حريصة على الزكاة ويعرفة أن ده حق ربنا بنا يكرمكم ويكبر بخطيركم يا رب العالمين يا سيد صابرين بنتكلم عن الصدقة برضو إعلقت بقى الصدقة برمضان قلنا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وذكرنا نماذج لجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو على فراش الموت كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان ليه عشان كان سيدنا جبريل بينزل يدارس القرآن وكأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا إشارة إن أي خير يحصل لك اشكر ربنا عليه بالصدقة سيدنا النبي كان شايف أن مدرسة القرآن في رمضان مع سيدنا جبريل كل يوم حاجة عظيمة أوي فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصدقة وكأن الصدقة تكون عنوانا للخير عليك يعني لما يكون إنسان يتصدق تجد الخير عمال يجيله 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 ليه مش شطارة منه أو مش لأنه ربما يكون ما عملش اللي يخال الخير ده يجيله لكن الله يعلم أن هذا العمل عندما يأتيه الخير يعطي الناس فيدل الخير ليعطي الناس شفت الصدقة عنوان على الخير الصدقة عنوان على البر الصدقة عنوان على الفرج فالحديث بيقول كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان شفت رمضان في بيت سيدنا النبي رمضان في بيت سيدنا النبي قرآن رمضان في بيت سيدنا النبي تسبيح مش بقول لك خليك ملك بس بقول لك رمضان فرصة يعني انت لما بتكون طالع مصيف تقول لك انا مش هنام انا مش عايز اضيع لحظة ده تعب ولا مش تعب تعب بس انت عارف ان المصيف ده اسبوع عشرة ايام فعايز تستمتع انا بقول لك رمضان جنة رمضان ربنا يفتح فيه ابواب الجنة فما تسألنيش بقى وتقول لي حكم مشاهدة المسلسلات في نهار رمضان او في ليه رمضان او تقول لي اتفرج على كم مسلسل يعني كم مسلسل يبقى حلو وكم مسلسل يبقى انا كده زدت على الحد ما تسألنيش يقول لي ينفع صالي الترويح في البيت ولا في المسجد اغتنم 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 على قد ما تقدر هتتعب كلنا تعبانين والله كلنا نشوفوا رمضان تحديدا اقصى حاجة ممكن تتعبك مش الاكل والشرب النوم كلنا عايزين لنام بس هذه العين التي سهرت في ذكر الله ربنا يحرام على النار عيناني لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله اللي فضل قاعد يصر ده ولا اللي رح يصلي في الجامع فالشيخ طول فقاعد يعيط سبحان الله الجدع ده طق ازاي الصدق اثرت فيه قالوا لا والله ده نرجل واجعتني لا اللي بيبكي من خشية الله ربنا يحرام على النار وعين باتت تحرس في سبيل الله اخوانا بقى بتوع امن الشركات واخوانا بتوع القوات المسلحة واخوانا بتوع الشرطة كل من بات يحرس في سبيل الله ربنا سبحانه وتعالى يحرمه على النار يا ربنا نرجع الصدق بقى شوية ونقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس ولما كان سيدنا جبريل كان يأتيه يدارس القرآن يتصدق يفرح اوي فيتصدق يعني لما ابنك ينجح تصدق لما يخف من المرض تصدق وهو عيان تصدق وانت ربنا بشرك ببشرة جميلة تصدق وبعدين يقولنك فلا رسول الله اجود بالخير من الريح المرسلة الريح المرسلة دي جمالها فانها تحرك السحاب فيمطر فالارض ترتوي وتنبد جمالها انها تحرك الشجر في حبوب اللقاح تتنقل فتلقح جمالها ان نسمها جميل وعبرها جميل فكلها خير كان صلى الله عليه وسلم كله خير لكن هنقول نوع من انواع الصدقة مفتقدينه شوية ومفتقدينه في بيوتنا كتير كتير اوي ربنا يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها ازى في صدقة اللسان هي القول المعروف انك تدخل البيت سلام عليكم سيدنا عبدالله ابن مسعود كان يقول لما يدخل البيت بتاعه وهو مع المفتاح وبيته مع عهد الملكية وربما كان تمليك كمان كان لا يدخل بابه هجما يعني ايه هجما ما يفتحش الباب ويخش كده لا كان يترك الباب يدخبط على الباب كده حتى تتهيأ زوجته شفت الكلام سيدنا عبدالله ابن عباس يقول والله إنا لنتزين لهن كما يتزيننا لنا يعني كما نحب أن نسمع الكلام الطيب ونرى الشكل الطيب من نسائنا نحب أن نريهم منا أيضا كلاما طيبا وشكلا طيبا قول معروف والناس الطيبين يقول لك الكلمة الزين بتسد في الدين يعني لما تكون مديون لحد ويجي ومعكش الفلوس فتقول لك فين الفلوس قوله والله ربنا يكلمك انت وقفت جنبي وسطرتيني ربنا يسترك فالراجل يتكسف كده ويقول لك ماشي أسيبك أسبوع بس خد بالك بعد أسبوع هوريك فماشي حاضر بعد الأسبوع إما ربنا يكلمك بالمبلغ القصط أو نصه أو مش قوي فتقول له ده أنت سمحتيني وأمهلتيني ده الكريم بيكرمه ربنا الكلمة الزين بتسد في الدين كمان فيه نوع من أنواع الصدقة بيجي لنا مؤخرا بقى شوية أسئلة بتوجع القلب أسئلة من اللي بتوجع القلب أصل جوزي ما بيصرفش عليه أصل جوزي بينزه نفسه قوي تلاقي مثلا زوج يخرج يشتري له الأميس ماركة والبنطرون يعني يلبس له طأم كده بعشر اتنشر ألف جنيه وهو في البيت عنده ولده ما بيكلوش فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة يا أخي لا تحرم نفسك صدقة الأهل